موسيقى عدنا لكم مشاهدينا لاستكمال فقراتنا ومعنا أهم فقرة في اليوم وأحب فقرة لقلبي وهي الحلويات وألذ فقرة وأشهى فقرة طبعا الحلويات اليمنية عديدة ومرتبطة بتاريخ وحضارة أرض اليمن العريقة ولذلك فهناك العديد من الحلويات الشعبية اليمنية المشهورة والسهلة أيضا في نفس الوقت وخاصة الرمضانية منها فمن منا لا يعرف الكعك والرواني وبنت الصحم والهريسة وأيضا تمتاز الحلويات والمعجنات اليمنية بتنوع المقادير المستخدمة ويستخدم السمن البلدي الذي تجود به الأرض الغنية في صناعتها يمكن أن نقول بأن الحلويات اليمنية هي الأكثر شهرة في منطقة الخليج العربي وتوكل طبعا كما تعودنا في اليمن بعد الغدا وأيضا بعد العصر مع فنجان قهوة وتقدم أيضا في المناسبات ولوظيوف عند التزاور فيما بينهم ويحب الكثير أيضا أن يجعل منها هدية يقدمها لمن يحب طبعا نرحب بأم لمياء وهي صانعة معجنات وحلويتنا في القاهرة صباح الخري يا أم لمياء شكرا أولا لحضورك طبعا ما شاء الله من يوم ما دخل الكعك وشمل السوديو وكعك يمني وسمر مستعجلة على تناول الكعك قلت يا سمر انتظري بعد البرنامج يعني خلاص طيب أم لمياء كيف جيت لك الفكرة هل من زمان أنت تشتغلي في هذا المجال لا كنت بدأت ببداية بسيطة أشتغل في مخبز يمني كنت بأعمل الخبز في صانعة ولا في القاهرة في القاهرة الخبزة اليمنية المعروف خبز المخبزة والدمور قعدت فترة بسيطة تعبت فروحت فكرت قد أقولت خلاص لازم أفتح لي مشروع لنسي بدأت أنزل في الجروبات بدأت داعمين وبرضو يشجعني زوجي وإخواتي طيب كان الإقبال من المصريين ولا اليمنيين أكثر اليمنيين طيب والإخوة المصريين ما حبوش يجربوا هذه الأنواع لأنها غريبة جربوا المعمول المعمول بعضهم يجربوا منت الصح يعني مالوا أكثر للحلويات مالوا أكثر للمعمول وهم تعجبوا الحاجة الحالية الحالية طيب عملم يا هل مثلا في كعك يكون هو الأنسب أنه يتناوله واحد الصباح ولا بيختلف التحلية عن كعك الصباح يعني المساء مثلا بعد العصر الكعك الصنعاني بيأخذ الصباح على شاهي على قهوة تمام ما دم دخلنا في موضوع الكعك الصنعاني أش بي ميز الكعك الصنعاني المقادير ولا النكهة ولا الطعم والله كله بويس فيه يعني المقادير والطعم حلو فيه يعني بتختلف من محافظة لأخرى طبعا أكيد صحيح بإضافات بسيطة أش مثلا أبرز الكعك في اليمن الغير الصنعاني هي البيت فورة المعمولة أنت عفوا من أي محافظة؟ أنا من ريمة من ريمة طبعا ريمة هي جميلة بأرضها وجميلة بمناخها الجميل وضعا بطيبة أهلها وابداعاتكم هل مثلا في كعك مخصص مثلا بتعملوا في ريمة يفرج عن الكعك الصنعاني أو الكعك في الحديدة أو في تعز أو في عدان؟ في ريمة نعمل الكعك اللي هو في الطبعة أحيانا بالعجوة يعني بالتمر وحينة ممكن نعمله سادة بس أنا هنا يعني تعلمت للكعك الصنعاني أكثر طيب هذه الحرفة مثلا أو المهنة هي براثة من الوالدة مثلا ولا أنت فقط اللي تميزت فيها؟ لا صراحة يعني تعلمت عليه في القاهرة في اليمن كنا نعمل حاجة بسيطة أيام العيد فقط ممكن كيلو أثنين اللي بيسويها أي بيت يمني في المناسبات بس هنا يعني عشان نشتغل وندخل رزق العيال بدأنا يعني نتفنن طيب يا أم لمية أنت بتتكلمي على هذا المشروع البسيط العظيم في طبيعته أن المرأة اليمنية قادرة على تجاوز التحديات تجاوز الصعوبات أن المرأة اليمنية قادرة أن تكون بجانب زوجها شريكة للرجل اليوم المرأة اليمنية طبعا هي تواجه تحديات كبيرة منها تفاقم الوضع الاقتصادي للأسف انعدام المرتبات تتحمل المرأة اليمنية كثير من الهموم يعني أنت ما مدى سعادتك وأنت مثلا بتعولي أسرة بجانب زوجك من خلال هذا العمل الرائع والجميل والله أصل لحبك الفخر ونشاط وكل حب ساعد لكل حب بتشتغلوه في البيت يعني كفريق عمل أنت وأولادك في البيت أيوة وزوجي برضي الحين اللي هو موجود يساعدني وممكن لو أجالي شغل كثير أدعي صديقة أو ثنتين من صديقاتي يساعدوني طب مين اللي اقترح عليك يا أم لما أنه تكون أعمالك مش فقط للجيران أو الأصدقاء لأنه تنزلي مثلا أرقامك أو يكون لك مكان أو شي مين اللي شجعك أو اقترح عليك هذا الشي والله ما حد أخترح عليك قلتني فكرة من نفسي فأكثرة الزبائل الله يحفظهم يعني بيشجعوني يقولي الحاجة كويسة استمري اشتغلي يعني وانت عارفة الزبائل لما يمدحك بيقوي الشخصي دكشي أكيد طبعا صح هذا طبعا بنت الصحن يا أم لمية أيوة دي بنت الصحن طبعا لازم يكون فيها عسل ووسام بنسموه القحطة السوداء لأ في نس الأسوال إحنا القحطة السوداء هذي هل بتسموه أنت وإيش الحب السوداء الحب السوداء الحب السوداء ويسموها حبة البركة بتختلف أسمائها في معاكي زبائن أو عملاء من الجيران المصريين بيحبوا يتذوقوا الكعكة اليمنية أو بنت الصحن أكيد بيستغربوا من الاسم أول شيء بنت الصحن بيقولوا ليش سميتها بنت الصحن أكيد قلت لما الاسم في صنعاء في اليمن برده طيب مثلا كعكة رمضان بيكون مميز بيختلف عن الأيام العادية صح يكون أنواع كثيرة من نواعي أيش الأنواع اللي بتكثر أكثر في رمضان من الحلويات أو المعجرات أعتقد في رمضان الحلويات بتكون أكثر البيتفور الغريبة والمعمول دلي على طلب كثير وأصنعاني برده وبالعجوة أكثر الأشياء الحالية صح؟ يا أمنا ميا أنا دائما أتسأل رائحة الكعكة اليمنية دائما رائحة مشاهية يعني في المنزل عندما يشم واحد رائحة الكعكة نقول باللهجة العمية بيخوري تناول هذا الكعكة موسيقى موسيقى